اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل في قصة حقيقية في الانجيل عن شخص اسمه زكا زكا ده ايام المسيح كان راجل بياخد الضرايب اسمه جابي ضرايب ده كان شخصية مكروهة جدا في المجتمع لانه كان بيشتغل لصالح المستعمر الروماني وكان غالبا بيظلم الناس لانه بياخد اكتر من حق الدولة وكان يحطه في جيبه وكان في نظر اليهود الراجل خاطئ زكا سمع ان المسيح هيعدي من مكان معين فقرر زكا ان يشوف المسيح ولو حتى من نظرة من بعيد كده طب يعمل ايه؟ يقف وسط الزحمة ويشوفه وكده يمكنه هو معدي حيقدر يشوفه مش هينفع لسبابين اولا هو شخصية مكروهة ثانيا قصير جدا مش هيعرف يشوف المسيح من الزحمة قرر زكا يتنازل عن شكله والبرستيش بتاعه قدام المجتمع ويعمل ايه؟ هيطلع على جميزة عشان يشوف المسيح والمسيح شاف اشتياء قلقه ودعا من وسط كل الناس فوق كده هو فوق الشجرة وقال له يا زكا اسرع وانزل لانه ينبغي ان امكس اليوم في بيتك فاسرع زكا ونزل وقابله فرحا قبل المسيح فرحا وساعة ما قابل زكا المسيح في بيته حصل التوبة في حياته وعبر زكا عن توبته في ظلمه للناس قال للمسيح قال له ايه؟ ها انا يا رب اعطي نصف اموال المساكين وان كنت قد وشيت باحد ارد اربعة اضعاف فقال له يسوع اليوم قد حصل خلاص لهذا البيت اذ هو ايضا اللي هو زكا ابن ابراهيم لان ابن الانسان قد جاء لكي يخلص ويطلب ويخلص ما قد لك عزيزي المشاهد اذا كنت ظلمت حد او اخطيت لحد ومشتاء تغيير سلوكك المسيح مستعد ان يدخل قلبك وهو اللي حيغير حياتك وحتسمع منه اليوم قد حصل خلاص لك بشرط انك انت اللي تفتح له باب قلبك عرفت يعني ايه المسيح هو الحل اشتركوا في القناة